اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم اول خطوة في المنهج في التعامل مع الناس انه فهم الناس فلما فهم الناس استطاع صلى الله عليه وسلم يشتغل على الاوطار الحساسة بدليل من اول الناس استجابوا للدعوة الضعفاء من اول الناس استجابوا للدعوة المظلومين من اول الناس استجابوا للدعوة المهمشين ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رفع من شأن طبقة في نظر الكفار كانت وضيعة فطلحها فوق علماء النفس بيقولوا الإنسان يحيا بالمتح لا بالزم ده دليل على فهم الواقع بلال ده عبارة عن ايه بلال مؤزن الرسول ده دلوقتي واحنا ما بقولش بلال احنا بقول سيدنا بلال كان عبد يتضرب ويشتموه ويهنوه لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفعه بلال مؤزن الرسول عمر بن العاص كان بيشتغل جزار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حول القائد فهم الواقع وفهم الناس وطريقة التعامل مع الناس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان محترف في إيجادتها والدليل وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي نيوحى تعالا نبص للهجرة الأولى للحبشة وعمر الرسول 45 سنة لم يكن مغيب زي حالاتي ما يعرفش في الأمور الحديثة لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان واعي جدا دليله على فهم الواقع لأ الناس بتضرب وكل الإسلام يموتوه كل الإسلام يعزبوه كده يعني تبقى دعاية سيئة للإسلام وما فيش عدد تقدمي أبدا ولا العدد هيبقى تصاعدي ده هيبقى تنازلي فقال لهم كلمة تدل فعملا على فهم الرسول إذا ذهبتم للروم هيجبركم ملك الروم أن تدخله في دينه وإذا ذهبتم للفرس هيجبركم ملك الفرس أن تدخله في دينه اذهبوا إلى النجاشي حضرتك تخيل النجاشي فين النجاشي في الحبشة هتعدي شبه الجزيرة كلها وتعدي اليمن كلها وتعدي المضيق بتاع البحر الأحمر تلاقي نفسك في الحبشة في إفريقيا أنا بكلمك في عصر لا فيه إنترنت ولا فيه تلفزيون ولا فيه أي حاجة من الحاجات دي خالص في نفس الوقت إيه العلة يا رسول الله اللي عايز تودينه في بلاد بعيدة عند النجاشي إنه ملك لا يظلم عنده أحد شفت الرسول جابها منين؟ وبالفعل لما راح المسلمين عند النجاشي قدر يحميهم وعاشوا إلى أن عادوا أخرهم سنة سبعة هجرية عاشوا في الحبشة في سلام وفي أمان كلمة واحدة موقف واحد من راجل عائل من راجل متزم من راجل فاهم للواقع قدر يحفظ على شعب ورعيته ولكن هناك فضلت الشيخ أصص للتعامل مع كل المستويات منه الرسول كان يتعامل مع مستويات مختلفة وقد يكون البعض في التعامل مع بعض المستويات يقول أن هذا ضعف في التعامل مع الفقير أو المهمشين أو الآخر ولكن كيف كان يتعامل الرسول عليه أفضل والصلاة والسلام مع كل المستويات على حد نسوا السؤال له شقين السؤال الأولاني ده مش ضعف بدليل نابليون بنبرت لما عمل الصورة 1789 ميلادي أعلن ثلاث مبادئ صح الحرية والعدالة والمساواة مين أول الناس اللي أمنوا بالصورة الفرنسية اللي راح ضحيتها خمسين ألف فرنسي الضعفاء والمهمشين والمسكين طيب تعالوا بقى للنقطة التانية إزاي الرسول فعلا كان بيتعامل التعامل له أداب هذكر لك بس يعني موقف بسيط وحضرتك قس على هذلك بقى كتير أول أنا لما جاء سلم على بني آدم الرسول صلى الله عليه وسلم له نظام معين في السلام رقم واحد أنت تكره لما واحد يسلم عليك كده وبيبص الناحية التانية من الأدب أنك لما تسلم على واحد بص في وشه لو بصيت في وشه مع الفقير مع الضعيف معه 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 بترفع من شأنه مع الغني برضو أنت بترفع من شأنه أو أنزلوا الناس ما نازلهم ده كلام سيدنا ناب صلى الله عليه وسلم ارحموا عزيزة قوم منزل ده كلام سيدنا ناب صلى الله عليه وسلم لا فرق لعجمي على عربي على أعجمي إلا بالتقوى شوف سيدنا نابي بيجيب من فين صلى الله عليه وسلم الأفضلية في شيء كلنا نقدر نتساوى فيه ما قالش الفضل اللي بيقبض ألف وعلى اللي بيقبض خمسمية ألف التقوى فممكن الراجل يتقي المرأة تتقي التفلي يتقي الغني يتقي فسيدنا ناب صلى الله عليه وسلم لما جاب الأفضلية فتحها يعني حاجة مفتوحة اللي يقدر يدخل في السباق يدخل اللي عاوز يتقي يدخل ما حكمهاش بمؤهلات ولا حكمها بلغات ولا حكمها بأجناس ده لما تدور عليه السمو البشري سيدنا ناب صلى الله عليه وسلم كل مستويات كل المستويات تعالى نتكلم بقى في آداب السلام وشوف سيدنا النبي بتعامل إزاي في خمس خطوات لما تيجي تسلم على واحد رقم واحد السلام باللسان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عشر حسنات ورحمة الله عشر حسنات وبركاته عشر حسنات أدي تلاتين حسنات يوم اليام أمي هتقول لي أنا ربيتك أنا حملت أنا 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 حسنة وحدة بس أنا خايف أديها الحسنة دي أخش أنا جهنم فبختار مين بختار نفسي نفسي طب ما أنا في الدنيا هم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاتين حسنة صافي خالصة من غير ضريبة مبيعات ولا حاجة على طول تلاتين حسنة رقم اثنين السلام بالإيد الحديث رواية ترمزي ما من مسلمان يتصافح إلا وغفر الله لهما قبل أن يفترق مش قبل أن يفترق في اللقاء قبل أن يفترق في إن الإيد تسيب بعض أدي اثنين رقم تلاتة تبسمك في وجه أخيك صدقة الابتسامة دي دي لغة عالمية تفرقش بين عربي وبين أعجامي وبين أي حد الابتسامة دليل على ما في القلب فما في القلب بيطلع في صورتين في فلتات اللسان وفي صفحة الوش فلو أنا مبسوط من حد بكلمه كويس لو مبسوط من حد بتحك في وشه لكن ممكن أخبي بس ممكن اللسان يفلت أو علامة الوش أو صفحة الوش تختلف كل الكلام ده منهج الرسول صلى الله عليه يبقى سلام بالإيد سلام باللسان تبسم في الوجه رقم أربعة عيب أوي تقعد تعمل حوار مع واحد وتتكلم مع واحد وانت ما تعرفتش عليه اتعرف عليه اجعل لك من كل بلد صاحب من كل مكان صاحب آخر حاجة ايه أسمى ما تريد الإنسانية العلاقة الطيبة ازاي تيجي العلاقة الطيبة عن طريق المحبة بين الناس اللي سيدنا نبي غرسها مع مسلمين ومع غير مسلمين مع عرب حيوانات يعني هحكي لك ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع الحيوانات رقم خمسة الإخبار بالحب أنا بحبك طب بتحبيني ليه بحبك في ربنا لا عايز فلوس ولا عايز حجاه ولا عايز حاجة منك هذه خمس نقط الرسول كان بيعملها في أقل من ثانية لو احنا عملناها لا شك ان الدين هتختلف معنا ولكن فضلت الشيخ انا ما تعامل مع المهمش او مع الفقير واتكلم معايا وديلو نوع من الأهمية بيبقى مبسوط ان انا ديت اهمية ورفعت من شأن ولكن عندما اتحدث الى رجل عالي الشأن او زو قيمة يعني هل يعتبر او يكون هناك نوع من المنهج في التعامل مع مرتفع الشأن او هذا الرجل زو القيمة ولا الرسول ساوى في التعامل مع الكل يعني كيف تعامل الرسول مع المستويات المختلفة من الفقير الى الأمير زي ما بيقول في فتح مكة سنة تمانية هجرية جه اخر مهاجر عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس الرسول كان خارج في جيش بالنسبة للعرب ضخم غزوة بدر كنا 314 اوحد 700 الاحزاب 3000 رحنا نحارب في مؤتة 3000 لكن في فتح مكة 10 000 عسكري منظم عارفين هدفهم عارفين الطار الشديد اللي بيننا وبين مكة طردونا وعزبونا وخدوا فلوسنا وخدوا أولادنا ونسائنا فتحس ان فتح مكة كان شديد ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولهم ايه بالراحة احنا رايحين نفتح مش رايحين نموت ونضرب احنا رايحين ننصر فئة مظلومة اللي هي قبيلة خزاعة لما أغارت عليها قبيلة بكر وهم اللي ظلموا العباس قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو سفيان رجل يحب الفخر فعايزين نديله حتى كده نخص بيها زي بني آدم يفرح ان اسمه بيتزعف المكرفون ونرحب بفلان الفلان لا لا تأثر ولا حاجة فرح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره فهو آمن خش بيتك وإفل على بابك الشيء أنت آمن ومن دخل الكعبة فهو آمن مكان خاص ومكان عام ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأبو سفيان فرح فالنقطة دي ما ضرتناش في حاجة بل بالعكس جعلت أبو سفيان يسلم جعلت أبو سفيان يحس الناس على أن لا يخرجوا للقتال فأدي كلمة صغيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بيها أبو سفيان فأبو سفيان بدل ما يبقى عامل سلبي بالنسبة لنا بالعكس بقى عنصر إيجابي وده منهج نتعلم منه الحقيقة ده منهج خطاب الرسول مع الملوك الرسول كان يدي لهم شأنهم من محمد بن عبد الله شوف على نفسه إلى كسرة عظيم الروم وهو يعني معلش رفع من شأنه يعني أنت بتكلم مين أنا زي زيك معلش يعني الرسول نبي كل حاجة بس الرسول بيتكلم كرئيس دولة يعني من محمد بن عبد الله إلى كسرة وخلاص لا عظيم الروم فأنزلوا الناس منازلهم ده حديث ولكن فضلت الشيخ أكيد فيه أحاديث أو آيات بعينها في القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه أفضل صلى الله عليه وسلم في الحث على منهج التعامل مع الناس خلينا نأخذ أمثلة من الأحاديث والأحاديث فيه كتاب عظيم قوي لخصوا أحاديث الرسول كلها وأنا ليه بقول لحضرتك أحاديث لأن القرآن يعني معظم الناس بتقرأ قرآن الأحاديث دايما لما نسمع كلمة حديث نفتكر مجلدات ضخمة كبيرة زي البخاري 14 مجلد مسلم 10 مجلدات يريد الكتاب ده نقرأ اسمه الأربعين حديث النووية لخص الإمام النووي أكتر من مليون ومئتين ألف حديث بعدد مسائل الفقه الإسلامي لخصهم في 42 حديث كل حديث تحته أنهار من الأحاديث منها لا ضرر ولا ضرار هيحل لك مشاكل الجران هيحل لك مشاكل العمل لا ضرر ولا ضرار هيحل لك مشاكل المجتمع خليك في حالك أقرب طريق للاستقامة أنك تبقى في حالك أهو لا ضرر ولا ضرار طيب حديث ثاني إحنا بكلنا بنعاني من ضده من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه شوف الحديث رفيع إزاي شوف الحديث صغير إزاي لكن ياريت إحنا بنشتكي من اختلاط مع الجران بيعملين مشاكل أو العداء مع الجران لا إحنا لا هنختلط قوي ولا هنعادي بيننا وبينكم سلام عليكم والمعاملة الطيبة سواء مسلمين أو غير مسلمين تعالى يا سيدي الجار المسلم له ثلاث حقوق طيب والجار مسلم لكنه مش قريب له حقين طيب جار لا مسلم ولا قريب له حق واحد ما هذا تعامل شوف حق أنا ما بقولكش يعني فضل منك لا ده حق حق الجار مسلم أو غير مسلم أني أنا أعمله باحترام الرسول قالها كده جار له ثلاث حقوق جار له حقين جار له حق واحد ثلاث حقوق له حق الإسلام يعني بنصلي الصبح مع بعض بنصلي الظهر مع بعض ما هذا حق حق الإسلام له حق الجيرة لما يعني ابني يعيا ابني المجاملات اللطيفة في الولادة في العقيقة الحاجات البسيطة اللي احنا بنعملها مع بعض هذه حق القرابة آخر حاجة حق الجيرة الجيرة لها حق أيها لها حق أيه الحق إن وجدت عيب في جاري أنا بستره ما بفضحوش ما بعملوش إعلانات في فضيحه في الأفراح أنا بشاركه ولذلك تعريف الصديق يفرح لفرحي ويزعل لزعله ده صديقي وأنا ممكن أصادق أي إنسان ما فيش مشكلة خالص طب ولله حق مسلم ومش قريبي له حق الإسلام وله حق الجوار طب ولله حق واحد بس ليس مسلم وليس قريبي يعني غير مسلم بس له عندي حق اسمه حق الجوار إيه خلاصة حق الجوار المعاملة بالمعروف والقرآن قال لنا كده قول معروف قول معروف شوف ربك كلامه حلو سيدنا النبي كلامه حلو طب أنا وحش لي عشان أنا بعيد عن المنهك طب إزاي يبقى حلو قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فأنا لو عاوز أبقى حلو أقلت بقى الناس الكويسين طب أجيب مين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن الواحد لازم ينظر كيف كان يتعامل الرسول الكريم مع جيرانه مع أصحابه مع الصحابة حتى في أهل بيته نعم ولكن خلينا أكلم ده كانت الأحاديث فضلت الشيخ إذا كلمنا على الآيات الصريحة في القرآن اللي تحث الناس على حسن المعاملة هو القرآن كنصوص إحنا بعيد عنها دلوقتي علشان اللغة طيب إزاي نقرب للقرآن عن طريق فهم الرسول لي علشان كده دايما إحنا بنذكر الأحاديث قال تعالى قال تعالى إيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني طيب مين اللي هيطبق القرآن السيدة عائشة قالت إيه على النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يتحرك أنا عندي قضيتين قضية الفكرة وقضية التطبيق الفرق بيننا وبين الصحابة إن الصحابة كان عندهم فكرة وكان عندهم نموذج بيطبق اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم طيب أنا عندي الفكرة لكن النموذج أنا مش عارف أوصل له الحين أما علشان مش عايزة قطع حضرتك ولكن أنا المبسوط أن حرك وضحت نقطة زي دي لأن بعض الناس لما تتكلم معهم فضلت الشيخ يقول لك إيه أصلا ما تمش ذكر القرآن بشكل صريح آية تدل على كذا 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 حضرتك قلت لا الواحد بيفهم ويشوف الرسول طبق إزاي ولكن بعض الناس بيبحثوا عن كلمات صريحة أو جمل صريحة أو آيات صريحة في القرآن تدل على موضوع معين بعينه فيبدو أن الناس مش فهمة إن قد يذكر في القرآن معنى ويطبقه الرسول فنفهم منه كيف كانت عمل الرسول مع الناس أ Techn לעgrown الله هو نحن نزور على gather القرآن جاء لك عن طريق مين عن طريق الرسول طيب أنت نسدأ أن القرآن كلام ربنا أو ليس كلام ربنا ไه في مين شفت جبريل لا شفتش أمنا شفت مين شفت الرسول أنا ما شفتش شفت اللي شافه شفت اللي شافه شفت اللي شافه فاللي شافه اسمه صحابي كمل تابعي كمل تابعي كمل تابع تابع وانت ماشي لكن القضية التي ندور عليها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي حاجة عاوز لها دليل الآية هذه تكفيك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دور على الرسول هل عمل خطأ اليهودي اسمه يهودي كان بيرمي عليه قذرات ثلاثة أيام الراجل ما بيرميش فالرسول يسأل هو عئل ولا إيه حصل له قاله مريض يا رسول الله فرح زاره لما رح زاره صلى الله عليه وسلم اليهودي برضو زكي ما هو يهودي فقال له يا رسول الله دينك اللي جايبك ولا أنت جاي من إنسانيتك قال له لا ديني اللي قال لي أشوف جاري الراجل ما تكلمش مع الرسول الراجل ما شكرش الرسول الراجل عدى المرحلة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شمعنا الرسول دواءه طعم الإنسانية بطريقتنا أنت بتأذينها بس نحن مش هنأذيك أدي لا ضرر ولا ضرار ولا تزر وزرة وزرة أخرى تمام يريد يريد فضلت الشيخ عزيني ربي أبنائنا منذ الصغر أو من الصغر على حسن المعاملة إزاي نربي أولادنا في كلمتين على منهج الرسول الكريم في التعامل مع الناس طيب إحنا أولا مين الله يربيه إذا كان الأب أو إذا كانت الأم لابد أن يكون في قدوة يعني إيه أحد السادة بيقول لي ابني الصغير بيعمل تصرفات صعبة بيعمل إيه بيزع لأمه ده تصرف صعب فأنا بسأل سؤال فقلت له هل حضرتك بصراحة بتزع لمراتك قال لي آه يبا هنا دخلنا في مرحلة التقليد معلش هو الزوج يعني أعصابه تعبانة ظروفه المالية تعبانة الزوجة تقدر تستحمل زوجها يعني مش كل يوم هيزع بس بتستحمله لكن القضية مش في الاستحمال القضية في مين فإن الولد الصغير بدأ يقلد أبوه فهو كمان بيزع أصبح عنده قدوة يعني عنده قدوة أنا بقى عاوز أمشي كويس طبعا أعملي دور على القرآن فحفظه لابني من صغر دور على السنة هحفظها لابني من صغر أبتدي أمشي مع ابني سنة سنة بغرس الأخلاق كان فيه برنامج زمان بيجي في التلفزيون اسمه ظهور الحب ظهور الحب ده كان عبارة عن إيه النهاردة هنتكلم عن الإخلاص ونجيين في الجنينة ونزرع زرع اسمها الإخلاص ونحكي حكايات عن الإخلاص بالضبط الحكايات دي هتؤدي في الآخر إلى فكرة وإلى ثقافة البني آدم يطبقها فالدت الشيخ هشام الكامل إمام وخطيب مسجد الظاهر الحقيقة للحديث أكيد بقية ومنهج الرسول الحديث فيه لا ينتهي أكيد هنتقبل مرة تانية ونتحدث عن خلق الرسول في التعامل مع الناس شكرا جزيلا على تشريفك شكرا جزيلا على تشريفك النهاردة شكرا مشاهدين الدين المعاملة كما قال الرسول الكريم إزا نتعامل مع بعض ده كان منهج الرسول ياريت يكون قدوة ونتعلم المشاهدين لسا مكملين معاكم اتابعونا ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر